تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على سبعة أشخاص تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن متابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت بفضل الله عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية وكذلك مقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع وبين الكريديس أنهم تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم متخذين في ذلك إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم وضبط بحوزتهم ثلاثة ألاف ومئتين وعربع وعشرين شريحة لعدد من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم كما أشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالة من النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقهم طبعاً محمد جهود كبيرة جداً تقوم بها شوص منطقة الرياض يعني بالفعل بين الحين والآخر دائماً ما نقرأ ونشاهد هذه الجهود ونتابعها طبعاً هذه تأتي إنفاذاً لإجراءات وكذلك الأنظمة التي تسن من وزارة الداخلية هنا يتبين أو نطالب بدور المواطن في مثل هذه الأمور هو شريك وكذلك هو مواطن هو رجل الأمن الأول كما نعرف محمد في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحداث هو موجود ومتواجد بدعواه بتبليغه بكذلك حسه الوطني ومسؤولية الوطن فعلاً عبد المجيد كل الشكر لرجال شرطة منطقة الرياض على هذه المتابعة الأمنية لرصدي وضبطي مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تقف لها وزارة الداخلية بالمرصة